الله 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 الصلاة اقسم بالله العظيم انها سبب عظيم من اسباب دخول الجنة الصلاة يا احبتي هذه الخمس الصلوات انا بعطيك معلوم احفظها وسجلها وخليها ترسخ في عقلك وفي قلبك اقسم بالله الموت راح يجيك بعد صلاة ما راح يجيك قبل صلاة ان جاك 11 الصباح فانت متبع صلاة وان جاك الساعة ثلاثة الظهر متبع الصلاة وان جاك الساعة ثلاثة في الليل فانت متبع الصلاة العشاء الموت يأتي بعد صلاة فحافظ على هذه الصلاة من اجل ان تدخل جنة الله سبحانه وتعالى الله بك والذينهم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون احبابي في الله اقسم بالله من حافظ على الصلاة بخشوعها وبأركانها وبواجباتها وبسنمها والله يا احبة في الله ان الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بالجنة كما ذكرنا الايات احبة في الله ايات كريمة ايات تتلى احبة في الله في كتاب الله عز وجل يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ملعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله جل وعليه يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون يا من حافظ على الصلاة الله سبحانه وتعالى قد يثني عليك في صورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون صلاة الفجر في المسجد صلاة الظهر في المسجد صلاة العصور في المسجد صلاة المغرب في المسجد صلاة العشاء في المسجد فانت دائم من احبتي في الله في صلاة زي ما ذكر اخوي نايف والله اخواني سوف يأتينا الموت الله جل وعليه يقول فريق في الجنة وفريق في السعير فريق أهل الجنة يحبتي في الله لهم صفات يتصفون بها الآن كيف أعرف أن هذا اتحادي كيف أعرف أن هذا نصراوي متصدر بشعاره بشعارات التي يرفعها كيف أنت نعرف أنك من أهل الجنة بشعارات بالأقوال التي تقولها بالأعمال التي تفعلها يا غالي نشهد لك بخير نشهد لك بأنك من أهل الجنة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا